صباح الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا بنبدأ معاكو كالعادة بفكرة الصحافة وحنقرأ أهم معنوين الأخبار الموجودة النهاردة في الصحف 22 يناير ويكون معاينا الكاتب الصحفي أستاذ محمد زاكي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد صباح الخير صباح النور فاني أهلا بحضرت أهلا بحضرت أول خبر معاينا من المصري اليوم الذي بيفجر مفاجأة جديدة المخابرات قادة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل الأهرام استعدادات مكسفة للاحتفال بيوم 25 يناير تأكيد حماية المنشآت العامة ودعوات عدم الاعتصام الشروق غدا أهم برلمانات مصري يبدأ رحلته ده طبعا أكيد الخبر الأهم في كل الصحف الأهرام صفحة الأولى 235 مقعد الحرية والعدالة وحلفائه 123 للنور 38 للوفد 34 للكتلة في برلمان الثورة المصري اليوم أوباما يبلغ تنطوي قلقوا من القمعة في مصر ويطالب بحرية المجتمع المدني اليوم السابع الدخلية التحرير والميادين خلايا من الشرطة في يوم 25 يناير المصري اليوم سبع مسيرات ثورية لجمع توقيعات نواب الشعب على بيان تسليم السلطة من العسكري لرئيس البرلمان الأهرام دبع النواية حولت إلى خرابة ومحتوياتها حطام اليوم السابع الإفراج عن مايكل نبيلو 1959 في قضايا عسكرية أول خبر من مصر اليوم على تصريحات الديب وهو بيأكد فيه أن الرئيس المخلوع ليس له أي صلة بصفقة الغازل أولا فريد الديب محامي الرئيس المخلوع زي ما أفاجأنا أن رمل السلطة أو حمل الكوات المسلحة أو الجيش مسئولية ما حدث للصوار والإصابات وما حدث ما بعد يوم 28 نهذا بيفجر لنا يعني دفاع دفوع جديدة واتهم المخابرات متمثلة بين كوسين الجيش أو المجلس العسكري والنقاط صفقة تصدير الغاز لإسرائيل يعني عايز يقول أن يبرق الرئيس مبارك يبرق صديقه حسين سالم من تصدير الغاز المصري اللي احنا بنعاني منه النهاردة وبالتالي هذا دفاع هذا وجهة نظره وهذا القضية لازالت متدولة أمام المحكمة يقول الدفوع اللي هو عايزها والمحكمة لها الرأي الأخير في هذه القضية التي شغلت الرأي العام هذه القضية قضية الرئيس المخلوع ورئيس المخلوع ونجليه علاء وجمال مبارك وبالتالي وحبيب العدل وزير داخليته متهمين في هذه القضية وهذا دفاع لأول مرة نكتشف أنه دفاع واحد للرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخلياته يعني علامة استفهام كبيرة وعالمتين تعجب جنبين طب يعني لو فرقيدة دي بيأكد أن الرئيس المخلوع مالهوش أي صلة بتصدير أو صفقة تصدير الغاز لكن من سنوات وأعتقد كل الصحف يعني بتوجه سؤولات حول الصفقة هو بالدفاع بيدافع عن هذه القضية ولها والدفوع ومن حقه يدفع وللمحكمة رأيها النهائي في هذه القضية الأهرام صفحة الأولى استعدادات مكسفة لإحتفال بيوم 25 يناير تأكيد حماية المنشآت العامة ودعوات لعدم الاعتصام فيه يعني جزء بيقول تأكيد أن المنشآت العامة حتكون نربطه أي وقت فيه حماية حولها والجزء الآخر بيقول لا الجيش مش هيحمي المشآت العامة لا يعني أنا أقول لرب من النهاردة ربنا يستر في يوم 25 لأن هناك أولاً الثورة لم تكتمل بعد فهناك تواصل هذه الثورة قبل كده قلت أن الثورة لم تكتمل أو لم تحقق أقل 10% من أهدافها وأن هناك أكتر من 90% من هذه الإنجازات لم تنجز وبالتالي أنا بقول ربنا يستر على مصر يوم 25 هناك حشود من المواطنين من عامة الشعب سيتدفقوا إلى ميدان التحرير ليواصلوا مسيرة الثورة وبالتالي أنا خايف في هذا اليوم ومش عايزة نقول أولاً أنا بناشد السادة المواطنين أنهم نحافظ بالقدر إن كان على المنشآت العامة ومن دخلش في لول النظام لأن أنا خايف من الطرف الثالث وفي لول النظام نحول هذا اليوم إلى معرقة ما بين الشرطة والشرطة والجيش أو المجلس العسكري وبين المواطنين وبالتالي أن وزير الداخلية أكد أن الميدين وبالتالي ميدين الحملة التحرير تحديداً وفيسكندرية وسويس ستكون خالية من مش خالية يعني من الشرطة ولكن الشرطة سوف تنشغل بحماية المنشآت الهامة حوالين ميدان التحرير وستكون هذا اليوم في يد المجلس العسكري ومسئوليته مسئولية كاملة وهو اللي قاله هنرجع لدفوع فريد الديب في أول أيامه قال إن حمل مسئولية المسئولية قتل المتظاهرين أو المتظاهرين مسئولية ما حدث في في أيام 25 و28 وما بعد الصورة طب لو قلنا إن الميدين هكون خالية من الشرطة ومن الشرطة هتحمي المنشآت في اليوم ده مين اللي هيحمي ميدان التحرير نوعاً الصور إحنا الوقت نتكلم عن الصور يعني في كل مليونية بتشهد عنف وتدخل عناصر من الحزب الوطنية بيبقى حضرت الحاجة الصور بيحفظوا على الصورة لأنه مصلحتهم استكمال ومسيرة الصورة ولكن الفلول وإتباعهم هم المشكلة زي ما حدث في شارع محمد محمود زي ما حصل في ميدان التحرير قبل كده زي ما حصل في مجلس الوزراء إحنا خايفين من البلطاجية أو من فلول الحزب الوطني معلش خلينا وضح لحدك حاجة يعني الصور دولة في الآخر هم اللي هيحموا نفسهم يوم 25 لا هيحموا الصورة هي الصورة هي الصورة الصور يعني بقول أن الصورة هم بيحموا الصورة يعني إن شاء الله إذا كان هناك ميدان التحرير أو ميدان الكبرى على مستوى الجمهورية كلها صور ولم يخترقهم فلول أو من أتباع النظام السابق وبالتالي هنحوزها لهذه الصورة وليه الصورة إليها واتجاهات أخرى أن هي عايزة تسلم يعني هناك هدف أسمى للصوار أنه يسلموا يهدوا من العسكريين العسكريين ويوصلوا مصر لبرلمان الصورة اللي حيبدأ إن شاء الله بكرة أولى جلساته إن شاء الله يعني يوم 25 يناير كل الصوار كل واحد يحمي نفسه يعني ما حد يلاقيه في لولي شور عليهم الشروع عندنا صفحة الأولى غدا أهم برلمانات مصر يبدأ رحلته أنا ببارك لبرلمان الصورة الأقرام أن توليفة البرلمان توليفة يعني دكلة فيها نحن النهاردة نتكلم عن الإسلاميين أخذوا حوالي 70% وأنا ببارك لحضرك على توقعاتك الحمد لله أنا قبل كده قلت إن الإسلاميين وكلام ده في الأيام الأولى من انتخابات مجلس الشعب أو البرلمان الصورة قلت إن الإسلاميين هيستحوزوا على 70% من البرلمان الصورة والحمد لله تحقق هذا هناك الإخوان المسلمين هناك السلفيين هناك حزاب أخرى إسلامية كلهم فيما جمالهم حصلوا على 70% من المقاعد وبالتالي توقعات الحمد لله جات صحيحة وإحنا نتمنى لهذا البرلمان أن ينطلق بنا إلى الدموقراطية الحقيقية أنا أعتبر هذا البرلمان هو نقطة السفر أو نقطة البداية لدموقراطية مصر لمصر جديدة بعد صورة 25 يناير الأهرام بيتكلم عن توزيع المقاعد يعني 235 حرية والعدالة وحلفاءه 123 للنور 38 للوفد و34 للكتلة يعني طبعا أكيد الطيار الإسلامي هنا متصدر لكن 38 للوفد ده يعني هالهراج بتعتبره أقل بكتير من التوقعات كان أقل بكتير بصراحة من التوقعات لأن ده كان نتيجة التحالف دخول الوفد في التحالف ثم خروجه من التحالف مع الإخوان عمل نوع من يعني الناخب غير رأيه لأنه ليه رأي خاص وأنا حتنم هذا الرأيه لكن الواقع بيقول أن الوفد حصل على 28 مقعد في مجلس الشعب البرلمان الصورة يعني ونبتدي بأول يوم بقى للبرلمان سبع مسيرات ثورية لجمع توقيعات نواب الشعب على بيان تسليم السلطة من العسكري الرئيس البرلمان ما هو دوت اللي أنا بقول فيه من شوية قلت أن الصور مصممين في هذه في الزكرة الأولى لصورة 25 يناير على تسليم السلطة من المجلس العسكري لرئيس البرلمان القادم وهو هيكون من الطيار الإسلامي بين كوسين الإخوان وإحنا يعني مع برلمان الصورة نختار كما يشاء ولكن هنرجع تاني المجلس العسكري يعني تعهد بتسليم السلطة من السلطة إلى المدنيين في نهاية يونيو 2012 وإحنا نسيبه حد لما تكتمل انتخابات مجلس الشورى وانتخابات رئيسية ثم يستطيع المجلس العسكري أن يسلم السلطة السلطة العسكرية إلى المدنيين متمثلة في برلمان الصورة طب إحنا ليه بارتو بنرجع خطوة الورى يعني إحنا بدأنا بأننا ابتدينا بالانتخابات البرلمانية وخلاص الفرلمان إن شاء الله بكرة حقيقة ليه ما نبتديش بقى بانتخابات الرئيسة ليه هنرجع نسلم السلطة من المجلس العسكري ومن المجلس العسكري كان نبدأ بالدستور وده كان خطأ وقعنا فيه الشحب كله وقع فيه الإخوان وقع مصر كلها في هذه النقطة كنت أتمنى إن الدستور يضع هو أساس الدموقراطية في مصر كان يضع حدود واختصاصات رئيس الجمهورية حدود واختصاصات برلمان الصورة وبالتالي كان من الأفضل وكان لمصر وما يحدث في مصر هو كان نتيجة خطأ إن المصر مدأتش بوضع تشريح مجلس العسكري مبدأش فيه المجلس العسكري بدأ لا بناء على مصر إن كان فيه استفتاء واستفتاء إحنا نحترم رأي الشعب وكان من الأفضل لا يعني لو تسألين أنا واسأة نهاردة أنا كنت أتمنى إن الدستور نبدأ بها أولا قبل ما يحدث ما حدث لنا ونتمنى إن الفترة جاي فترة حقول فترة عصيبة عصيبة جدا لأن هناك تناحر بين الشعب والمجلس العسكري أنا بقول هذا الكلام وأنا يعني خايف على مصر يوم 25 وبقرر أخايف على مصر ربنا يسطر على مصر يوم 25 حرية المجتمع المدني اللي شغل العالم كله في مصر اليوم نهاردة أوباما بيبلغ تنطوي يقلق الشديد من القمع في مصر وبيطارب بحرية المجتمع المدني أول ما فيش شك إن مهاجمة منظمات المجتمع المدني في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة كان أثر سيء لدى العالم لأننا نتكلمة الدمقراطية في الوقت اللي منهاجم في هذه المنظمات في أخطاء في تجاوزات ولكن ليتم المحارات اقتحام هذه المنظمات هذه المنظمات لها كيان بقت لها كيان أي نعم ما حصلتش على بعضها ما حصلتش على ترخيص من الجهات المحتصة ولكن الهاجمة الشرسة من جانب السلطة لهذه المنظمات ترك أثر سيء لدى العالم كله وده اللي بيؤكده الرئيس الأمريكي أوباما بيبلغ الرئيس المشير حسين طنطوي من قلق ما حدثه تقرار ما حدثه في مهاجمة منظمات المجتمع المصري وده بيقدنا إلى خبر مهم جدا نشرته اليوم السابع النهاردة هو الإفراج عن مايكا نبيل و1959 في القضايا عسكرية وبالتالي الإفراج عن مايكا نبيل كان فين وهذا رقم حوالي 1600 في القضايا عسكرية كانوا فين قبل الصورة يعني كانوا فين قبل كلا لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد 48 ساعة من الذكرى الأولى للصورة يعني عايز يقول المجلس العسكري يقول الشعب خوده دية يعني دليل أنه هناك خطأ ما حدث لهؤلاء وأنا عايزة المدنيين إعلاقتهم بالقضايا العسكرية الرجل المدني يحاكم قضيه الطبيعي وهي المحاكم الجنائية أو محاكم أمن الدولة هو القاضي الطبيعي له هؤلاء وبالتالي زج بهم في القضايا العسكرية علامات استفهام كبيرة يعني جواب عليها المشير التنطور عندما أصدر مرسوم بالإفراج عن هؤلاء وهذا بالأمس الإفراج عن هؤلاء معناه أن ما فيش أي مدني بعد كده هيتقدم للقضايا العسكرية للقضايا العسكري أنا قمواطن لا أصدر في المجلس العسكري المجلس العسكري هذا الرقم يعني لو قل لي 5, 6, 7 أعلى ما لقيه ألف تسعمين حوالي ألفين ألفين مواطن زج بيهم في قضايا العسكرية وأغلبهم من الصوار أغلبهم من الصوار يعني أنا ده يخوف أنه هناك المجلس العسكري بيقول حاجة ونلاقي حاجة تانية محترامي للمجلس العسكري المجلس العسكري يتناقض نفسه بيتكلم عن الدموقراطية وبيتكلم عن تسليم السلطة المدنيين وهو في عينه عينه على الكرس الكبير ومش عايزة أقول حاجة أنا حقول حاجة مهمة جدا الرئيس اللي جاي لابد أن يكون من صناعة المجلس العسكري وليس هناك والدليل أن الدكتور البراء شاف المشهد السياسي بسرعة فانسحب من الساحة السياسية ولكن قال أنا أول يعني أول اللي حيقوم المعارضين اللي حيتواجدوا في ميدان التحرير لمؤذرة الصورة في الزكرة الأولى في يوم 25 كلام جميل ده نختم معدتك فكرة الصحافة كتب صحبي أستاذ محمد زاكي ناب رئيس تحرير جديد تتروفت بشكرك جدا شكرا شاهدين خليكم معنا لسه نبتدي فقراتنا معنا فقرات كتير بس بعد الفوض شكرا